إنك تعمل إجراء زي ما اتعمل في 2008 اقتحام الحدود ما عملوا كده في 2008 في 2008 نشرت صورة في الأهرام منشطة وصورة أربع عمدة واحد رفع علم فلسطين مع تقديرنا نشقان فلسطين بس بحد شرف علم بلد على أرضي على مكتب بريد الشيخ زويد أن نشرت الصورة دي أن نشرتها في الأهرام 2008 لما اقتحموا الحدود يعني أكي أنه جاي حرر أرض بكلمك على على التواريخ وبكلمك على حاجة حضرتها في دماغك فدخلوا اقتحم عمل روح مكتب بريد رفع عليه الحلم حلم إيه حلم إيه اللي أنت بتعمل اللي أعلانه رئيه النهاردة المشارة الحالة في جبالي أنه أي تحريض وأي دعوات تتعلق بإخلال بالأمن والاستقرار لمصر من الداخل أو الخارج دي جريمة اسمها جريمة إيه؟ إرهابية دي التشراعات المصرية كده بتتكلم على كده يعتبر عمل إرهابي ترويع للناس استخدام القوة والعنف أو التهديد بده سواء من جوة أو من برّة أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمن واستقراره أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي بيقول اسمها إيه الجريمة دي؟ يعد عملا إرهابيا حط تحت ده خطوط عريضة من هنا لحد سينة لا من جوة ولا من برّة هتعامل معاه كده النهاردة رئيس مجلس النواب اللي بيقولي هذا الكلام ده رجل دستور رئيس محكمة دستورية استاذ القوانين الدستورية كلها لم يقول هذا الكلام النهاردة الكلام ده لازم ناس تقرأ الكلام وتعرف معناه إيه؟ مش مجرد رسالة آلة النهاردة في هذا الاجتماع المهم لا كل كلمة لها معنى لازم تقرأ ما وراء السطور يبقى من جوة من برّة واتشعت قال إيه كمان مشارحة بجبالي إنها تتوافق مع المواسيق والمعادات الدولية اللي مصر صدقت عليها أو صداقت عليها ومنها اتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية إيه؟ الأشخاص المدنيين في وقت الحرب اللي إحنا فيه دلوقتي ما هي دي حرب يبقى أنت النهاردة معني يبقى هنا رسالة للكل ونبقى واخدين بالنا إحنا بنعمل إيه؟ طب رسالة بتبقى إيه النهاردة؟ هل ممكن بعد اللي حصل النهاردة حد يفكر؟ لا طبعاً ده النهاردة وصلنا في مجلس النواب إلى وأنا بحيي السادة نواب كلهم كل ناس اللي اتكلمت بصراحة إحنا عندنا اتفاقية وعندنا معاهدة وعندنا اتفاقية سلامة مع إسرائيل معهد الرئيس السادات طبعاً تسعة وسبعين وإحنا جايين لكن الاتفاقية طبعاً إحنا دولة بتحتر من اتفاقياتها أكيد ولكن في نفس الوقت اللي بيعملوا نتنياهو حاجتين حاجة الأولى الإبادة اللي بتتم نقل الشعب الفلسطيني كله إلى رفح اللي على حدودنا وفي الآخر يضرب رفح يقتل الناس فيدخلوا عندنا ده رقم واحد ده معناه إيه ده معناه أجبار فلسطين على دخول أراضي مصرية ده على طول معناه إنه يخل بانتفاقية بيننا وبينهم على طول معناه كده الانتفاقية تمنع هذا الكلام طب انت بتعمل هذا الاجراء ما ده معناه إنه ما فيش اتفاقية بيننا وبينك يبقى أنت عايز الانتفاقية دي كأنها لم تكن موجودة يعني معناه يبقى فيه إيه أي إجراء آخر يتم ما أنا هدف أزاي عن إجراء زي كده لما يحصل هدف عنه ازاي هدف عنه بالكلاشينكوف لا أتفاقية ترجمة نانسي قنقر